اجتماع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والتنمية المحلية والداخلية والزراعة والاستصلاح الأراضي والسيد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الخاص بالسلع التموينية والمواد الغبائية الأولية في الأسواق المحلية في إطار سيناريوهات التعامل مع تدعيات فيروس كورونا المستجد وقد وجه السيد الرئيس بقيام الأجهزة المعنية ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها تلبية لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة مع إتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية وذلك من خلال جهود ضبط الأسواق وتجديد الرقابة على منافذ البيع ومكافحة الممارسات الاحتكارية فضلا عن تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير التموين والتجارة الداخلية استعرض الاحتياطيات الاستراتيجية للوزارة من السلع الأساسية مشيرا إلى توفرها بصورة كافية كما عرض في هذا الصدد جهود الوزارة لإتاحة السلع الأساسية والضرورية بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية وزيادة عدد منافذ التوزيع وسلاسل البيع لزيادة المعروض من السلع كما استعرض السيد وزير الداخلية جهود الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار والتخزين بغرض التربح فضلا عن جهود تطبيق حضر حركة المواطنين على الطرق العامة مع مراعاة الحالات الاستثنائية التي يتم تسييرها لتخفيف التأثير على الوضع الاقتصادي وقد أشار السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن عملية إنتاج وتصدير السلع الزراعية لم تتأثر بشكل ملحوظ نتيجة الظروف الرهنة وذلك بالنظر إلى الطبيعة المرنة للقطاع الزراعي بالدولة كما أشار السيد وزير التنمية المحلية إلى جهود الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات التنموية والخدمية بالدولة بينما عرض السيد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة مساهمات الجهاز في مختلف المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي بالدولة مثل الصوب الزراعية ومزارع الأسماك وتربيات المواشي الحية فضلا عن توفير المنتجات الغذائية وإتاحتها على مدر العام بأسعار مناسبة ترجمة نانسي قنقر